موسيقى بسهر خير مشاهدي قناة نايل لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة اعتقد ان احنا هنفتح صفحة جديدة النهاردة في تاريخ دولة شقيقة جارتنا واعتقد انه معظم شعوب العالم وخصوصا الشباب اكيد متابعين الاحداث اللي هتحصل النهاردة في شقيقتنا او عند شقيقتنا ليبيا وهو طبعا يعني المباراة ما بين منتخب مصر لقرط القدم وما بين منتخب الليبي لقرط القدم وحضراتكو الموتش اللي كل الدنيا تقريبا اكيد هتكون بتتفرج عليه وخصوصا زي ما قلت الشباب وخصوصا انه اللاعب المصري العالمي اهم لاعب كرة قدم في العالم حاليا مع احترامنا الميسي ورونالدو بيلعب في منتخب مصر او مع منتخب مصر امام منتخب ليبيا في تصفيات كاس العالم 2022 في قطر فاكيد انه ملايين بل ممكن يكون مليارات بيتفرجوا على هذا المتش كرة القدم يعني ما تتوساش في القرى الارضية يعني فعشان كده انا بقول ايه؟ انا بقول ان احنا القرى الارضية بتفتح صفحة جديدة والشعب الليبي اعتقد انه هو حيفتح صفحة جديدة في تاريخه بوجود هذه المباراة هل تعتقدوا انه هذه المباراة كانت ممكن تحدث من غير ما يبقى فيه امن واستقرار فيه عند شقيقتنا ليبيا؟ هل حضرتكم فاكرين ليبيا من حوالي كم شهر؟ حضرتكم فاكرين ليبيا من سنتين ثلاثة؟ والاحداث اللي بتحصل والارهاب والحرب والميليشيات الارهابية والصراع ما بين الشرق والغرب والتفرقة ما بين الشعب الليبي والشعب الليبي الشقيقي يعني ما بينهم وبين بعض فاكرين حضرتكم بفضل الله وفضل الدولة جمهورية مصر العربية عندما قام فخامة السيد الرئيسة فتاح السيسي وقال خط احمر سرت الجفرة فاكرين؟ فاكرين حضرتكم في السنوات اللي فاتت دي ايه اللي كان بيحصل؟ ونتجته ايه دلوقتي؟ ان الكرة الارضية دلوقتي بتتفرج على ان شاء الله باذن الله تعالى الامن والاستقرار في ليبيا بوجود هذه المباراة الهامة لجمهورية مصر العربية او المنتخب كرة القدم للمصريين ومنتخب عدريدك كرة القدم لليبيا وقال دي ايه؟ الناس كلها اكيد فتح التليفزيون دلوقتي عايزت تتفرج على المتش عايزت تتفرج على محمد صلاح فنتأمل ليبيا كانت فين؟ وبفضل الله ليبيا حاليا فين؟ وبوجه سؤال للكرة الارضية كلها للأمم المتحدة وللروسيا والتركيا وأمريكا وفرنسا وكل الدول والصين وكل الدول ألا يستحق بقى زي ما انتو كده عاديين بتفرجوا على المتش بتاع محمد صلاح ألا يستحق بقى الشعب الليبي انه يبقى عنده جيش واحد وشرطة واحدة ومؤسسات حكومية قوية وترجع تاني ليبيا وكلنا بقى ندعم هذا الاتجاه والمصالحة وان شاء الله تعملوا انتخابات بإذن الله تعالى 24 ديسمبر إذا كان برلمانية ولا رئاسية هو مش حضراتكو يا كرة أرضية ودول العالم بتاخدوا وبتستوردوا بترول من هذه البلد الغنية بالبترول مش المفروض بقى ندعم هذا الحدث العظيم اللي هيحصل النهاردة الساعة 9 بتوقيت مصر ينفع تكون هذه المباراة بتحصل اللي الكرة الأرضية بنشوفها دلوقتي ها؟ وما يبقاش فيه أمن واستقرار في البني غازي ملعب الشهداء في مدينة بني غازي نتأمل كده ونسأل بعض ونأخد ونعرف قيمة بلدنا مصر وقد ايه ان هي دايما بتقف بجانب كل الدول العربية الشقيقة في تاريخها وقد ايه مصر بتدعم السلام والتنمية والنهضة وبتتمنى الخير لكل الدول وما عندهاش أطماع تحد زي بعض الدول الأخرى ما عندها أطماع في دول أخرى فلنتأمل نتأمل كده ونفرح افرحوا يا مصريين افرحوا يا شعب يا ليبي وان شاء الله مباراة جميلة وان شاء الله المنتخب المصري يرجع بالسلامة وان شاء الله العظيم العالمي محمد صلاح يكون مبسوط ويرجع بالسلامة لأرض وطن ومصر ويرجع تاني ويلعب في انجلترا يعني ان شاء الله تمر الأمور بسلام وأمن وسلام وان شاء الله ده يحصل بإذن الله تعالى ونتفرج على ماتش جميل بس بصراحة يعني أنا نفسي بصراحة منتخب مصر هو اللي يكسب يعني زي ما أكيد يعني الليبيين عايزين المنتخب الليبي هو اللي يكسب يعني ليبيا كان بتلعب عندنا هنا في منتخب الليبي يعني كان بلعب هنا عندنا في مصر والحمد لله فازت مصر واحد سفر وكان اللي أحرز الجون عمر مرموش الشاب الصغير الجميل ده اللي ايه جاب الجون اللطيف يعني ان شاء الله بإذن الله المنتخب المصري يلعب بشكل قوي وطبعا كل المصريين بقى اللي منتمين للأهل والزمالك والاتحاد والاسماعيلي كله نقيد وحده لما المنتخب المصري هو اللي بيلعب فان شاء الله نشوف مصري جميل وان شاء الله عمر مرموش ان شاء الله يجيب جون تاني وان شاء الله نشوف لعبة أحلى وأحلى من العظيم محمد صلاح ربنا يديه الصحة واحفظه يا رب ويرجعه بإذن الله تعالى بالسلامة تحية كبيرة جدا للشعب الليبي اللي الحمد لله هدي وان شاء الله تكمل على خير وتعملوا الانتخابات بتاعتكو في 24 ديسمبر وتحسوا بقى بكيان دولتكو يعني الله أكبر يعني الدولة الليبية غنية لو الدخل بتاع ليبيا توزع على عدد سكان ليبيا كل وقت حياخد له كم مليون كده لطاف ويعيش حياة مرفهة يعني فا صوت العقل انبسطوا انه كنتوا دولتكو دلوقتي يا ليبيين عندها ماتش كل الكرة الأرضية بتفرج عليكو بتفرج على أرضكو في بني غازي وبعدوا الشر وبعدوا الحقد وبعدوا الطمع الأطماع وبعدوا الإرهاب عن حياتكو ويعيشوا في سلام ان شاء الله المتخب المصري هو اللي يكسب ان شاء الله يعني كده عايزين نقطة كده ويبقوا عندي واخدين عشر نقط ان شاء الله يعني عايزين نروح بقى كاس العالم ان شاء الله في في قطر اتنين اه عشرين اه عشرين اتنين وعشرين